بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي طلاب السنوية العامة. قبل ما ابدأ الفيديو انا عايز اتكلم على الروابط. الناس برضو بتقول لي الروابط مش شغالة والكلام ده. انا عملت رابط واحد فيه جديد فيه كل المراجعات. شامل كل المراجعات. بصوا معي انا عارف ان انتم تفتحوا من على الموبايل. فبتبقى الموبايل بقى فيها يعني ممكن صعوبة شوية. انا فتحت من على الموبايل بتاعي وهواريكم دلوقتي الطريقة بالراحة كده بص معي. اول حاجة هنخش على المدونة اللي هي شهاب الفين وتمانتاشر دوت بلاج سبوت دوت كوم. وهسيب لك برضو رابط بتاع المدونة تحت. اه في اول تعليم. هتخشوا على جميع مراجعات اللغة العربية. ضغط عليها هو. بعد كده هنزل. هلاقي مكتوب الملخصات كلها في رابط واحد. اضغط هنا. هقوم ضغط على كلمة اضغط هنا. بعد كده فتح لي الموقع ده. اعمل ايه? اعمل اعمل علامة صح. واقوم دايس على كلمة سبوت. ركزوا معي. فتح لي فتح لي نافذة تانية. شايفين رقم اتنين اللي فوق ده. هاقوم دايس عليها. واقوم ماسح النافذة التانية دي. اللي هي مكتوب عليها الري دايريكت. هاقوم اعمل لها عدايس على اكس. عشان ترجعني تاني عن نافذة اللي انا فيها. وهضغط اللي هي علامة صح. وسبوت. ممكن يفتح لي نافذة تانية. هاقوم برضو قفلها باكس. هاقوم دايس على رقم اتنين اللي فوق. وهاقوم قفل النافذة التانية. بس ادي كل ما في الامر. لو جاب لك الرسالة ديت اللي بتاعة اللو او السماح او غير سماح لأ هنضغط ديناي اللي هي عدم سماح يعني. وكلمة سكيب. وبرضو رقم اتنين. نشيل اتنين دي او ما لاقي رقم اتنين فوق. نشيل اتنين. نرجع. انا بخلينا على رقم واحد. نشيل. نحزف النفيذة الجديدة. ونرجع رقم واحد. بس ادي الملاقصات هاي كلها. دي كده كل الملاقصات. تحمل اي حاجة انت عايزها. الرابط سهل. ما فيهوش اي مشكلة. ما عرفش ليه الناس بتقول مش شغال. هو ممكن بس عشان الموبايل الناس مش بتعود عليه. اهو بص على الطريقة تاني وافتح بيها. هتلاق اول ما تلاقي رقم اتنين فوق. لا لازم تبقى رقم واحد. لازم النافذة تبقى واحد. ولو بعد ما شفت الطريقة وليت نفسك برضو مش عارف تنزل الملفات ابعتلي على الفيس وانا هبعتها لك. ايه اللي تعملوا النهاردة ديت هتقراها فيها اهم النقط في اللغة العربية كلها في المنهج كله. بعد ما تخلصوا مذاكرة او انت قاعد كده بتريح شوية بتشرك كوباية شاي ممكن تبص عليها فيها يعني النقط المهمة في المنهج كله. بعد ما تخلص مذاكرة عادي بتدي تبص عليها بس كده انك ايه يعني بتريح شوية من المذاكرة ديت كده بتعمل رفريش لنفسك بتديك اهم المعلومات اللي موجودة عندك في المنهج. برضو عمل لها انا رابط هتلاقيه المدونة. شكرا لحضرتكو و سلام عليكم.